وجه سمو الشيخ ناصر لمحمد الصباح رسالة اعتذار إلى لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية أضاف فيها أسباب قانونية ودستورية جديدة غير التي أوردها في رسالة الاعتذار الأولى تؤكد أنه لن يحضر استماعات اللجنة حاليا أو مستقبلا رسالة اعتذار هي الثانية خلال أقل من شهر وجهها رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر لمحمد الصباح إلى لجنة التحقيق البرلمانية في قضية التحويلات الخارجية أضاف فيها أسبابا جديدة غير التي أوردها في رسالته الأولى تؤكد قانونية ودستورية عدم حضوره اجتماعات اللجنة مؤكدا عدم حضوره حاليا أو مستقبلا لاجتماعاتها سمو الشيخ ناصر قال في الرسالة التي وجهها إلى اللجنة أن اللجنة تخولت نفسها الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق الجنائي وسلطات التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء دون أن تدرك أن اللجنة المخولة بذلك أصدرت قرارا نهائيا بحفظ القضية مضيفا أن الوقاع التي تتولها اللجنة البرلمانية تتسامى عن أي جدل سياسي أو قانوني فجزء من التحويلات موجه لجهات دولية تسديدا لالتزامات الدولة والآخر تحيطه السرية لأنه من الموضوعات السيادية المحمد اعتبر أيضا خلال الرسالة أن اللجنة نصبت نفسها كلجنة قضائية وانحرفت عن المسار الذي يقوم عليه التحقيق السياسي كما أن رئيسها النائب فيصل مسلم خصم سياسي للمحمد حيث سبق أن قدم أربعة استجوابات خلال فترة رئاسته للحكومة وكان المحمد قد وجه كتاب اعتذار الشهر الماضي إلى اللجنة ضمنه جوانب دستورية تحول دون حضوره إليها كان في مقدمتها أن اللجنة تختص بالتحقيق مع الوزراء وموظفي الدولة وهما لم يعد يتمتع به المحمد بعد تقديم استقالته من رئاسة الحكومة إضافة إلى صدور قرار من لجنة التحقيق التابعة لمحكمة الوزراء بحفظ قضية التحويلات المرفوعة من المحام نوافل فزيع وشط برقم القضية نهائيا لعدم وجود جريمة أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية من جهتهم وعلى لسان النائب عبداللطيف العميري أكدوا أن اللجنة غير مقتنعة بالأعدار التي وردت في رسالة الاعتذار